موسيقى أطلع هذه الدرجة حتى تدخل لقدس الأقداس النعمة الإلهية رح تنسكب عليك نعمة الروح القدس رح تسرب لك حتى تجعلك كاهل حتى تجعلك مدبر في كنيسة المسيح المقدسة لفتداها بدم الكريم على الصليب يا ابني في سنة وثلاثة شهر وإنت شماس بالقرب مني كنت قريب مني في الأيام السحبة وفي الأيام الجميلة وقدرت ابنك تساعدني في حمل صريب الخدمة من خلال موقعك لإتمنتك عليه الكنيسة كنت أراقبك كنت أشوف فيك النمو المستمر في الطاعة في التواضع مع أني كنت مرات أقصى عليك ولكنك كنت دائماً تقبل كل شيء مع أنك كنت تنزعج ولكن قلبك كان يكون فيه سلام وكنت تنتبه أنك تنمي فضيلة التواضع خدمتك كانت مباركة يا ابني وما زالت وراح تستمر ببركة أبينا وبترياركنا وببركة مني خدمتك في هاي الأيام بهاي السنة وأكثر من نصف سنة كانت مهمة وكنت ألاحظ فيك قديش كنت دائماً تتعب كنت توصل الليل بالنهار بتذكر لما كنت أحكي لك بعد يومين ثلاثة من ما كنت تنام ساعات قليلة وأنا أحكي لك يا ابني صفرون يسروح شوي يرتاح نام كنت أحكي لي يا أبوي ما تهتم أنت ارتاح ونحن ببركتك منكون بخير كثير مرات شفتك قديش مشطاق لزوجتك مشطاق لبنتك الصغيرة صوفية مشطاق لبيتك كنت أحس بهذا الاشتياق ولكن حبك للمسيح كان يغلب دائماً هذا الإشي اللي كان دائماً يفرحني حبك للمسيح كان دائماً يغلب على كل إشي أرضي دنيوي كثير مرات ما كنت تشوف زوجتك ولا بنتك في هذا العمر الجميل اللي كنت حابب تلعب معها وتكون قريب منها الظروف ما كانت تسمح وكنت أشوف اشتياقك من جهة ولكن حبك للمسيح اللي كان يغلب واليوم بحكي لك توبة إلك ربنا يباركك ومن خلال خريطك اللي هلأ بعض لحظات رح تصبح خرية لأنه نعمة الروح القدس اللي رح تتسربل عليك أنت وزوجتك واحد فبالتالي هي رح تكون خرية والخرية في الكنيسة إلها مكانة مميزة لأنها هي شريكة للكاهن هي سمعان القرنواني للكاهن اللي بتحمل معه الصليب وهو طالع للجلجلة لأنه الخدم الكهنوتية هي طريق جلجلة مستمر يا ابني اللي باستمرار رح تموت وإنت طالع في هذا الطريق وماشي نحو جلجلتك كثيرين رح تسمع منهم الأوسنى المدح وكمان رح تسمع من كثيرين أسلبه أسلبه ارفعه ارفعه ما تهتم أنت في هذا الطريق وانت ماشي ضلك صاعد شايف أمامك يسوع الحلو المصطوب على الصليب وانت عارف ومدرك أنه قائم من بين الأموات ومعه رح دائما تقوم وهو يعطيك تعزية ورجاء من خلال خريتك اللي بحب أشكرها على محبتها وتفانيها وتضحيتها ومن خلالها بحب أشكر كل خريات الأباءنا الكهنة على التضحيات اللي بيقوموا فيها بأنهم وقفين كجنود مجهولين بالقرب من كهنتهم حتى يقدر الكهنة يخدموا ببركة المسيح لخدمة شعبنا المؤمن التقي يا بني سفرونيوس وأنا أفكر إيش بدي أعطيك الكنيسة حتى تساعدك في هاي الطريق اللي انت ماشي فيها وللها صعوبات كثيرة وبالأخص إنك مستلم قسم مهم في الكنيسة اللي هو قسم الإعلام كنت دائما لما أفكر وأصلي أسمع صوت بقلبي يحكي لي أعمل كاهن كنت أحكي ما هو رح يبقى جنبي ليش أعمل كاهن خليه شماس ولكن الصوت كان يزداد في قلبي ويحكي لي أعمل كاهن لأنه وهو يخدم ككاهن رح نعمة الروح القدس رح يأخذ قوة ومآزر من السماء يا ابني نعمة الكهنوت عظيمة أنت اليوم رح تصبح كاهن في كنيسة المسيح وفي بطرياركيتنا المقدسية أم الكنائس في تسلسل رسولي من المسيح بالعنصرة بحلول الروح القدس القديس يعقوب أخي الرب أول أسقف على القدس ليومنا بوضع يدي على رأسك بعد قليل هاي اليد هي امتداد ليد المسيح امتدادا بكل الرسل القديسين الأطهار ومن القديس يعقوب أخي الرب ليومنا هاد هو الكهنوت المقدس وهاد هو التسلسل الرسولي الموجود في كنيستنا المقدسة الرسولية الجامعة المقدسة الواحدة هاي النعمة رح تختبرها يا ابني وانت في كل قدس إلهي ولكن انتبه العنصر البشري دائما بنعمل تشويش ما توقف عند العنصر البشري دائما شوف المائذ المقدسة اللي عليها جسد يسوع اخشع أمامها واعرف انه هاد هو القبر الخلاصي إلا لما لما ترمي عليه حضنك وترتمي بحضن المائذ المقدسة وانت تتمم الذبيحة الإلهية رح تستمد نعمة قوة تعزية سلام فرح ما بقدر أحد يوصفه هاي هي نعمة الكهنوت وهذا هو حرور الروح القدس عشان هيك يا ابني سوفرونيوس ما تخلي أي شي دنيوي بشري انه يشويش هاي الخدمة المقدسة وانت بتتمم الأسرار الإلهية من الآن وصاعدا ككاهن في كنيسة المسيح شعبنا المؤمن قديش بنتظر مننا نحن الإكريروس انه نقدم إله كتير شعبنا يا ابني زي ما بتشوف بمر في أيام صعبة اللي فيها يوميا بيدرك فناء الحياة وبيصطدم يوميا بالموت وبيجي للكنيسة عنا حتى يأخذ نور وقيامه وحياة سلام وفرح وتعزية هادي الشي لازم نحن نكون أهل وكفؤ حتى نقدر نعطي شعبنا من خلال الأسرار المقدسة هاي النعم اللي موجودة بأسرار وحياة كنيستنا المقدسة عشان هيك يا ابني اليوم والكنيسة ابتهب إليك نعمة الكهنوت المقدس حتى تتمم الأسرار الإلهية تممها دائما بمخافة الله وعرف إن الله دائما هو حاضر بحال غير منظور ما تهتم زي ما حكيت للتشويش البشر البصير على أصعد عديدة وكثيرة ولكن دائما في قلبك وفي ذهنك خلي ينزل فقط عذوبة حضور الله وعذوبة حضور النعمة الروح القدس في كل سر من أسرار الكنيسة اللي راح تتممه خاذ خلي في قلبك وبذهنك وفي ضميرك ما تبقى الأمور التانية الدنيوية في ذهنك وفي قلبك اتردها ابعدها عنك ولكن خلي بس خبرة الملكوت وهاي الخبرة راح تعطيك حب أكثر للمسيح ولكنيسته اللي هو افتداها بدمه الكريم على الصليب وإنت في الليتورجية الكنيسة في القداس الإلهي بالأخص بكل أسرار الكنيسة راح تتعرف أكثر على حب المسيح فقط هناك راح تتعلم كيف تحب أكثر كيف تبذل أكثر كيف تعطي أكثر كيف تخدم أكثر كيف تموت أكثر حتى تعيش مع المسيح فقط هناك راح تتعلم قديش المحبة المبذولة اللي بتخليك تموت كل يوم هي محمة حتى تحيا هون وفي الملكوت السماوي يا ابن سفرونيوس ما تنسى دائما في ذهنك وفي قلبك واليوم بحكي لك كأب روحي محب لإلك إنه لازم نحن نعيش الأبدية من هون حتى نتأهلها في الملكوت السماوي في القداس الإلهي راح تدرك إنك ما تعيش فقط لهاي الحياة الأرضية ولكن تعيش للحياة الآتية للملكوت السماوي هناك راح تلتقي بالمحبة الإلهية والمحبة القريب وتعرفك لذاتك بعمق أكثر حتى تقدر إنك تسعى وراء الملكوت السماوي وراء الدهر الآتي مش لهاي الحياة ولا للأرض هون بهاي الروح فقط راح تتمم الأسرار الإلهية والملكوت السماوي دائماً أمامك المبتغى المشتهى الهدف اللي هو خلاصك الملكوت السماوي حياتنا الأبدية كيف منا نموت حتى نحيا مع المسيح كيف منا نموت شهواتنا ومن موت العالم فينا حتى يحيى نور القيامة ونكون أبناء للحياة مع المسيح لبنخدها من كل سر من أسرار الكنيسة ونحن منتناول جسد ودم المسيح من أسرار دائما في اجتماعاتنا الكهنوتية كنت احكي انه عندنا شي واحد ما عنده ولا واحد غيرنا اللي هو المسيح اللي هو الكهنوت اللي هو نعمة الروح القدس اللي هو الاسرار الالهية هاي النعمة هاي البركة هاي القوة هي اللي بتغطي على كل الاشي تاني دنيوي مؤسساتي اللي هي تسعى لتقبيص الانسان ولخلاصه ولنيله لملكوت السماوات تقوى وتشجع لانه نعمة المسيح رح تكون معك اكثر واكثر مع بيتك مع عائلتك حتى تقدر انك تقويك وتعلمك كيف اكثر واكثر تخدم الكنيسة والرعية اللي رح تؤتمن عليها في خدمتك لانه البتراشيلي رح تلبسه يا ابني بعض لحظات هي نفوس ابناء الرعية اللي رح تكون معلقة على عنقك هاي النفوس المسيح افتداها بدمه على الكريم وهو يموت حتى تحيا ونحن من خلال المسيح من خلال نعمة الكهنوت ومن خلال الاسرار المقدسة لازم نخلي الحياة تبقى حية في قلوبهم في ضمائرهم وبحياتهم بعد قليل يا ابني رح تسمع مني لما احكي لك خذ هذه الوديعة رح احط على يدك جسد المسيح لانك رح تسأل عنها يوم الدينوني قديش كلام رهيب نرهب منه ولكن هاي هي المسئولية الكبيرة اللي فقط النعمة الالهية بتأهل الكهنة اللي باختارهم الله حتى يكونوا خدام لمذبح المقدس بتذكر لما كنت عندي في المكتب وحكيت لك يا ابني رائد وقتها ادخل على المكتب التاني واكتب الطلب للمجمع المقدس حتى تسير شماس وكاهن حكيت لي هل قد بسرعة حكيت لك نعم هلأ روح اكتبه وعملت وقتها طاعة من وقتها شفتك انك ما بتلتفت للوراء هذا كتير مهم بحياتنا الاكليريكية ما نتطلع لوراء اللي بده يحط يده على المحراث يا ابني ما بتطلع للخلف ولا لحظة لانه اذا تطلع للخلف بيموت زي ما ماتوا كثيرين من الاباء والاجداد وعننا مثل لوط زوجته وعيلته كيف التفتوا للوراء واختفوا يا ابني اقتربت الساعة اتت الساعة بحب انقلك محبة ابينا وبترياركنا ما ادعيته اليك من القدس من القبر الخلاصي لانه هو كمان حبك اقدر عملك في الكنيسة وطلب مني انه ان قل لك ما حبته ادعيته صلاته اللي رح ترافقك في هاي اللحظات من القدس من المدينة المقدسة من كنيسة القيامة مع كل المطارنة اعضاء المجمع المقدس والاباء في اخوية القبر المقدس وفي بترياركيتنا المقدسية المجيدة وكل الاباء الملتفين حواليك وكثيرين اخرين كانوا حبين يكونوا ولكن الظروف ما سمحت انهم يكونوا لانك اكسبت محبتهم بتواضعك وبخدمتك ربنا يا ابني بنعمة الالهية يكون معك في كل لحظة من لحظات حياتك حتى تقدر دائما تخدم الكنيسة بحب اكثر واكثر وبخدمة مليئة بالتواضع والطاعة ومليئة بالنعم والبركة تعالي يا ابني اتت الساعة ادخل لفرح ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر